ترجمة نانسي قنقر في المقابل تشهد العملة الإيرانية نيارا قياسيا وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران لا تبشر الأوضاع داخل إيران بخير الأزمة الاقتصادية التي خلفتها العقوبات الأمريكية دفعت العملة الإيرانية إلى الهاوية حيث بالكاد يعادل مبلغ 128 ألف ريال إيراني دولارا أمريكيا واحدا نهيك عن الأعباء الجم التي أثقلت كاهل المواطن مع ذلك كله فإن الأزمة ما تزال في بداياتها إذ ستصل ذروتها بعد حوالي شهرين أي عندما تطلق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرحلة الثانية من العقوبات والمتمثلة في حظر استراد النفط الإيراني بالعالم وهو ما حذرت منه طهران اليوم مع افتتاحها لثلاثة مشاريع بيتروكيموية جديدة عندما يقرر العدو فرض عقوبات علينا فإنه سيبدأ بفرض العقوبات على النفط وصادرات النفط البتروكيموية هذا يعني أن المعركة حول النفط وفي الجبهة الأمامية للمواجهة سنستمر في إنتاج وتصدير نفطنا بكل الوسائل الرئيس الإيراني حسن روحاني هو الآخر ليس في وضع يحسد عليها إذ وجد نفسه يتعرض لضغط داخلي مؤخرا تم استجوابه من قبل البرلمان الذي لم تواجبه طريق روحاني في تأقلم مع الوضع كما تم عزل وزيرين اثنين من حكومته وقدمت مذكرة لعزل ثالث على الصعيد الدولي تخشى إيران أن أوروبا بدأت تدير ظهرها إليها رئيس مجلس العلماء في طهران آيات الله أحمد جانتي اتهم الاتحاد الأوروبي مؤخرا بعدم التحرك لحفظ الاتفاق النووي يأتي هذا بعد أن قال وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي إنه على إيران الاستعداد للتفاوض على برنامجها النووي وأيضا ترسانتها من الصواريخ الباليستية